جاءت معكم بي اكو اكيد اليوم معي مارك بيروتة وحديثنا اليوم عن الواسابي الواسابي هي نحنا نعرفها بالبيست الاخضر اللي نشوفه لما نأكل اكل ياباني او سوشي رح نحكي اكتر عنها السبسنس من وين جايه وشو مصدرها هاي مارك هاي تينا انا نعرف انه سوشي صار ترند من كم سنه خاصة باللبنان من اكل واسابي بس ممكن ما كتير منعرف من وين جاي هالبروضاق اول شي اشتاقنا لك انا كمان اشتاقت انا كمان اشتاقت انا اخطنا زمان اشتاقنا سوا الفكرة هي انا احبايت احكي عن واسابي لانه نحنا هلأ بتعافسة في فائضة ناطعنه وفي كتير قصصو بسبب الانهور لا كتير هلا بتشوف اليان بينتهم بس الفكرة انه رح نشوف انه الواسابي هي نبتة بتنزرع حد الماء ومع انه هن زرعين حد الانهور عندهم باليابان وكل هالأساس بس الواسابي يعني كتير محترمين البيئة ومحترمين الاشي هنه احنا منعمر حد النهر منكب الاشياء فيه وبعدين لما طبيعة بتطلع لانه نصير نعصي صح هلأ هكي انا حبيت اول شي انه من هيدا رح تشوف بأدافي صور حلوة عن الواسابي كتير حلو قبل هيك نحنا بنحكي عنه بالواسابي هي العصورة هيدا اكيد البيس الخضرة يلي موجودة بالأول يلي اكيد مش هيك اكتر شي معروفة انه احنا منكلها مع السوشي هلأ الواسابي تينا هي اكيد اكتير نبتة هي هي نبتة رح نشوف هلأ اكتير هي بتشبه هي من عيلة الملفوف من عيلة هالنبتات يعني هيدا شكلها اذا بديك شوف كيف تكون هي بالطبيعة اوف ورقة هي ورقة هلأ نحنا بلبنان حتى كتعم نبالش من الانتروليكسون كان كمان في نبتة اسم الكرة او القرى حسب من وين هيدا النبتة كتير تطلع حد المعي ونحنا بالبنان ما بقى فينا كتير نكلها بسبب التلوث يعني فكتير بشبهوا لطعمات كمانا بيناتهم اتنينتهم هلأ الى كلمة واسابي اذا بنا ناخد الترجمة التباع هي الخبايزة تبع المي يعني لانه بشبهوها شوي فيها ورد خبايزة صح او اوقات بيسموها لوف المي يعني اذا بدنا نترجمهم هيدا بتعني نفس الوقت البيس يعني من الكلة ونفس الوقت النبتة يعني الواسابي هي لالتنين سوى حتى اسمها اللاتينة للنبتة اسمها واسابيا اوكي لانه جاي من اليابان واسابيا جابونيكا هيدا هي نبتة الواسابي هلأ بعدين هيدا النبتة هلأ في نبتة تانية بس بأوروبا كتير اكتر معروفة اسمها ريفور هيدا لانه كتير قريبين على بعض وحتى يعني عندهم زيت الكاميكالز وكل شيء هيدا هي الواسابي لما احنا عم نشيلها من الماي منشوف انه عندها شلش كتير صغير والوراق تبعها خضر وزهرتها بيضة بتشبه الناس اللي بروحوا بشيله قرر من الطبيعة او رشاد او روكا بكتير بتشبهها يعني ان كان بالطعم ان كان بكل هذه الشيء سنشوف بعدين الواسابي لتطلع منيحة بالمي كتير منيحة كتير نضيفة ونفس الوقت كتير بطيئة فقبل باليابان كانوا من زمان يطلعوا الجبال على الجبال وبدأ جبل نفس الوقت ويعملوا دي تراس بس بقلب النهر يعني هون هن محترمين النهر سنشوف بعدين كيف بالصور هون اذا بتشوف كمان كيف هي كمان التراس نزلين بقلب الضيع وكل هولي المي عم تقطع من واحدة لواحدة وتنزل ويجربوا كتير يزرع واسابي برات اليابان هلأ في امريكا في بالهند بس ما بيعطي الكواليتي زيتا وحتى بقلب اليابان بس بكم منطقة الواسابي بيقدر يمش حاله سنشوف سوار كتير حلوة هلأ عن كيف بيزرعوا الواسابي اولا اذا احنا بدنا نختصر قصة الواسابي منقول انه هي نبتة يعني معبودة المي ما فيها تعيش برات المي تعيش ضغري حد المي والمي بيقطع فيها يعني كمانا والفكرة انه بده كواليتي ماي كتير عالي هلأ اوقات النهر كتير قوي كيف كان بدنا يقطع النهر على خفيفة مزبوط كانوا يزرعوا واحد شجر اسمه الكريبتوماريا وبعدانا يؤثر الكريبتوماريا على الارض يعملوا مثل باراج لانه بتصير تقطع فيها وبتخف شوي شوي هيك هلأ اذا تتلع على هيدا الصورة بتشوف انه في مثل نهر بس هنه كأنه مخبين النهر يعني تحسين انه شو عاملين هولي معامرين سيدينه كنه سيدينه كله اذا منقرب على الصورة منشوف انه لا هنه بالنهر زرعين دي بارساله كحد بعض مثل هون وهيدا الأسود من فوق هو شايد بسكروا بس من فوق لما يكون في كتير شوب او بحطوا غيره لما يكون في كتير ساعة نك مشان يحترموا فكرة الوسابي للاحظة كيف حالا رح نشوف بسور قديش في احترام هنا اعني لالنهر لانه بس انه تاينوها على الأدى هل هي في انتاج مهم بالنسبة لنهر الانتاج لدرجة مهم خاصة لك انتا اتقوله بالأول انه صار مهر بالعالم لدرجة صار مهم انه الزراعة الوسابي ما بتأدي يعني ثلاثين بالمي من الدماند لذلك هناك الكثير من الزعبارات لذلك لا نأخذ نحن دائما الوسابي الأصل وهناك خلطات تانية هذه هي واحدة من الصور التي كنا نحكيهم هنا أكيد أعطى بزيت الصورة بالتالي لنرى أنها تسقع وهذا نهر وهذا أكيد أشياء من الخطورة وهذا ما يجعل أنها تكون أغلب هذه كمانا مشتة الوسابي وهذا بالقدام هي استاتيو محطوطة عن الوسابي فهوني كمانا لازم واحد يعرف كل هالأشياء عن الوسابي لأنه جمالا يعني هي هذه الزراعتهم كتير سوفيستيك رح نكمل بالصور ونشوف أول شغلة نعرف أنه لما نحنا نزرع واسابي الشتلة ما بتعطينا أول سنتين ثلاثة ما بتعطينا ضغرة أول سنتين ثلاثة يعني بدأ وقت مش هنطع تعطينا الشتلة وهيك ومنشوف بالصور كما كنا نشوف قبل كأنهم نسكرين النهار لكن هنالك كيف نبين مقاطعين النهر بينتهم على الشمال وعاليمين والحلو كمان نعرف أنه هلأ بعد شوية نحكي عنه أكثر بيزرعوا حد نهر على الشمال وعاليمين في شجر لأنه كمان الشتلة بدأ كماوي وهنا مرح يحطوا كماوي ويلوصوا النهر لأنه تحتهم في تروف جمالا مش تروف سري في السمك الترويت بيكون تحتهم فمافيون بيزرعوا على العشب اللي بينزل من الشتل لأنه ماتير أورغانيك تا يخدوهن الواسابي ويرجعوا يكلوه لأنه ماتير أورغانيك زرعاتهم ماتير أورغانيك ونفس الوقت كثير محترمي البيئة يعني أوقات في أشي أورغانيك بيحطوا بلوصوا فيها مزموط ولكن هون بتشوف كمان الصورة كيف مثل فيه كأنه كأنه هن مجللين إذا بدنا نقول عاملين بقلب النهر ويزرعون على بحث هلأ بنشوف كمانا كيف هون بيين شوية أنه بيخففه دائما النهر وفي بحث على شمال وعاليمين بركل قصة البحث بتبين هون أكتر شي به السورة كيف يزرعون فيها صح ولأنه مزروع ببحث مش بترعب عادة مثل ما نحن منعرف ومتل ما عنا دائما هذا بيخلي أنه الكيميوير بيزال من الشجر يكون أساسي يعني كمانا لأنه ما فيها تأكل من البحث أنه بتبدأ ترعب وعايشة بالنهر هذي أول شي هؤل السور أو شي حتانيهم بتفرج قداش هالوصابي قداش أول شي كتير قليل منا هيني والمناطق اللي فيها بدأ صعبة لأنه بدأ حرارة بين 11 و 17 درجة وعايزين يعملوا أكيد قدموا دوات التنمى وتنقطف من بعد تالت سنة من بعد تالت سنة بيقدروا يشيلوا وبتكون سارية تمتل جزر هلأ نبدأ نحكي عنهم رح أرجع أنا حتى الصور لنشوف كيف بيعمل لأنه عندما يصير عاملها ثلاث سنين بيروحوا بيقطفوه حسنا لما بيقطفوه نحن نشوف على الصور كيف بيقدروا كيف بيقدروا يعني يعملوا هكي الفكرة الفكرة مننا انه اللي بيشيلوا هالشلش متل ما هون نبيان وهيدا الشلش هلأ أنا رح فرجع كيف هلأ أبنعمل بس مرجع نحكي عنهم بيبرشوه لهيدا الشلش وهو هون هيدا الشيء الأساسي هو عم ينبرج بتباليش البيس تطلع وبتتغير التعمة يعني هو بقلبه فيه ماتير هو للماتير لما نحنا نبرشن بتتغير لأنه في هوا ولأنه في أوكسيداسيون وبيصير ولونه بيتغير كمان ولونه شوية شوية بيتغير بس شوف الأساس فيها للفكرة كلها الأساس فكرة هيدا هي مثل جزرة كبيرة شوية بس لونها الأساسي هون واللي نحنا بركي مش كلنا بنعرفه لأنه السوشي اللي فيه والطعمات تمنون مثل السنشل أويلز مش أنه بفوتوا علينا من خلال لسن بفوتوا من خلال المنخار هيدا الأساسي يعني طعمة كتير حلوة بتجي من المنخار وبتفوت على جسمنا ومعروف أنه المنخار هو البراين يعني مشان هيك هيدا بخليها تكون كتير غالية هلأ بالأساسي هيدا شغلة مهمة تشوف على الصورة هون كتير حلوة شو عم بيصير لأنه يعني عم بتبلش تطلع بلن يمكن بيست صح بس إذا بتعرف أنه الخشب اللي هني عم بيبرش عليها المحطوط عليها جلد هيدا الجلد من جلد الركان شارك مشان هيدا كتير أساسي كمان ليحترموا الطعمة هيك هيدا الوسابي يعني حافظوا على طعمة 100% مظبوط لأنه مع الحديد قبل يمكن يخسروا مننا 100% هون كمان عم نشوف كيف على الجلد التباركان وملاحظة أنه لما بيعملوها المظبوط بيبرمون مثل سارك لعلك مثل الكرة الأرضية يعني برم برم وهنا بيبرم ليس مثل هوني كبرش بصير تطلع البيست شوية وبتصير الاشي وفي تكنيك هلا هيدا اكيد طريقة تقليدية هيدا الطريقة تقليدية 100% معروف أنه بالمطاعم الغالية وينما كان بره الواسابي بيعملها الشاف يعني بتكون حد بيستعملها وفي طرق اكيد لأمان هون كمان هيدا صورة عن الجلد الشاركي المحطوط على بلات خشب كرمال يعم وملاحظة ما يسمونه ايجي نوبل برايس اللي هن ما نقول يتمسخروا بس انه بيعملوا نوبل برايس لا يضحكوا فعطيوهم لناس رح جارب ماشي الموفي هلا أنا معافظة بلك ماشي براسوت الفكرة هيدا هيدا الافكرة هون انه اختراع كتير حلو نشوف بالفيلم شو سار واحد تفكر انه في ناس عبقات ما بيسمعو ولما يصير في حريق بالبيوت اذا اجعل فاير الارم ما حيسمعو مزبوط بينما اذا بشموا شي بيقدروا اكيد يعني هيدا بيكون اكيد احسن لانه بتطلعوا حصة الشام مزبوط فهو اخترع من الوسابي الارم لما بيصير في حريق بطلع ريحة الوسابي بالقودة وهيكا هن بيوعه وهايدا اخذ بس انه بمال هيدا هون عم نشوف الفيلم يعني تبعه عم بيشرح كيف انه ليش فكر بالموضوع وعملوا كتير على يعني هنه هلأ بنشوفه ببعين ببعين هيدا هيدا بيدي ريحة الوسابي الوسابي مزبوط وقديش مهم انه تطلع على المنخور هيدا كتير اساسية انه تطلع على المنخور هلأ بنشوف بعدين مع الحرارة هون عم نشوف كيف صار في حرية وهون لما طلع الحرية ببعين نزلت ريحة الوسابي هيدا هو للفيلم رح واقف هون هيدا هيدا الفكرة من الاخد نور البيعي عليها مهم دومي هتا نرجع للوسابي لانه حكينا كنا بنحكي عنها كشتلة هي يعني اكيد من كتير زمان مستعملة باليابان مش جديدة عندهم هنا والحل نعرف انه كلها وراء الجزوع كل شي يتاكل فيها حتى لانه التعمات الموجودين بالوراق هنا زيتهم موجودين بالرسين في اوقات بيحطوهم مع الأكل وفي كتير اكيد اشياء في هم رح نشوف كم تريند جديدة معروفة عنا بالوسابي مثلا نحنا هلأ كيف اوقات بيعمل هي مثل مع الأكل بس كمان باليابان وكتير متاريح منشوف الوسابي بيكونوا مثل أو 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 يعني أو حتى فول أو هلأ شي وبيكونوا حطين معهم الوسابي مغطسين وفيهم الطعم وبيكلون هيك يعني هيدا بتنبيع كيس وهيك ادي حرر حرر اكيد هيدا المشكل مع الوسابي الناس اللي 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 أكتر شي بحبون بالعنم تقريبا دخل الحار اي يعني عملينون عرفتون هلأ مرجع من قول عنهم أنا حتيت سورة تانية هي شوكو واسابي فمال اللي اللي عم يعمل الشوكولات مع الوسابي بقلبها تارف تارف اللي انترستنغ لأنه في كتير من الشاف بفضلوا الوسابي على الحار وعهيك لأنه الحار بيعلي قوات باللسان وبيضل قوي بينما الوسابي سلس أكتر يمكن وبيروح بسرعة يعني المعروف أنه الوسابي مثلا إذا عم تاكل عم تحطي مثلا أول عشرين سنين بلقمة بتحرح مزبوط بعدين بتروح بينما الحار بيقبأ أكتر وهذا شغلة المهمة هنا كمانا شي مهضوم على الوسابي مع الفرائز هاي كمانا تكون واحدة من الحلول للوسابي يعني طعم الوسابي يستعملوه مع هيدا لأنه نحنا لما نحنا ناكل سمك مثلا جمالا من خاف من المشاكل أنه سمك ناية وكل هالأسرس فلما نكون ناكل الوسابي اللي هي بقلبها البرانت هي انتي ميكروبيل هيدا الأساسي كتير بتساعد وفي شغلة كمانا أساسية نعرفة أنه أبدا ما لازم نحنا نحط الوسابي مع الاحسل لأنه خاصة إذا كانت باتوا ومش الوسابي الأصلية هيدا كمان يعني شغلة من الأساسية هلأ بعد بدنا نحكي شغلتان عنهن سريعين أول شغلة هي أنه الوسابي كمان عنده كتير فوايد منهم كتير منيحة لكل شي للكارية يعني لأنه هي مثل بايس يعني واحد وقات كانوا بحطوها حتى لسنين يعني كتير أساسية وفي يعملوا دراسات عليها إذا كانت منيحة للكانسر أو لا ففي الدراسات متضاربة ممكن يكون الأفوايد يعني بيانت أنه الأفوايد بس نفسه لقد أزية مطاريح تاني بس نحنا ما نخاف لأنه ما ناخد كميات كبيرة منها صح وهي أكتر شي بالوسابي اللي أكتر مستعمل فيه هي الأنتي ميكروبيا لدرجة أنه يقوله أنه الريفور هو كتير مهم يستعمل مع اللحمة بينما الوسابي مع السمك أكتر يعني مع كل شي السمك هولي خبريتنا على الوسابي مارك رح ننتقل عند أمين أمين عمي حضر حاله لفقرته اليوم شامبيون هاي سبا هاي يعني أنا اليوم فقرت مرطبته مباشرة بالسوشي والله هلا هل لحتعفوا لي لأنه البطل اللي معي أنا اليوم مش بس هو بطل مميز رياض مميز لا لا هلا هلا هل تشوفي رياضته مميزة أنا سميته دي سبمرين هذا النك نام اللي أنا عطيته لأنه عن جد بيقدر رياضته بطريقة كتير حلوة رياضته مميزة العالم باركي بتفكر خطرة بس هي مميزة خطرة أبدا هي كتير حلوة بيتعرف فيها على عدد اشياء بيكون بعالم غير العالم الطبيعي اللي نحن بنعيش فيه وهلأ ما بدي كمل لحقلكم شو أكيد رح نتابعك بتمنى عليكم كمان تحضروا الحلقة رح نحضرك رح نتابعك في فقرتك أمين إي الله أكيد اشتركوا في القناة